حدث انتخابات حركة الجهاد الإسلامي ومشاركة نحو 94% من الكوادر الناخبة يعبر عن التزام هذا الفصيل الفلسطيني المقاوم كغيره من حركات المقاومة المسلحة في فلسطين بسناديق الاقتراع لاختيار القيادات العليا وهو التزام فكري وستراتيجي وأخلاقي في إطار تنظيم وبناء الحركة لمواجهة أكثر فعالية وتأثيرا مع الاحتلال خطوة تعزز الحياة الديمقراطية داخل حركة مقاومة وتنظم إمكاناتها ولسيما في ظل الأوضاع الأمريكية الضاغطة التي تتحرك فيها واحتدام الصراع مع حكومة إسرائيلية قد تكون الأخطر والأشرس بغض النظر عن نتائج انتخابات حركة الجهاد الإسلامي وأهميتها ارتباطا بما يحضر للمرحلة الشديدة الحساسية المقبلة فأنها تمثل النقيد للصراع الانتحاري الذي تعيشه إسرائيل في أعقاب انتخابات فضحت الديمقراطية المزعومة لأحزاب الاحتلال ودفعت المجتمع الإسرائيلي إلى احتمال حرب أهلية باعتراف قادته ونخبه طبيعيا أن ترصد أجهزة مخابرات الغرب والدول التابعة له التحول في تنظيم وبناء حركة الجهاد كغيرها من فصائل المقاومة لكن مؤسساته السياسية ومراصده الديمقراطية إضافة لإعلامه تغيب وتمح أي أثر لحدث الانتخابات بوصفه عملية ديمقراطية سياسية بل تشكك بشرعيتها وتمثيلها انتلاقا من نفي وجود وحيثية المقاومة تماما كالموقف من الدول المناهدة للهيمنة وقع الخطاب الرسمي الغربي الأطلسي وأعلامه الفاقد للتوازن والموضعية والمهنجة يفضي حكما إلى التعتيم على أي بقعة ضوء كالانتخابات الحرة لأي حركة مقاومة في فلسطين أو في خارجها مقابل التركيز على برامج تشويهها وذمها واتهامها بالإرهاب والتطرف